سأبدأ باستعراض نهج عملي مختصر لعلاج مرض السكري من النوع الثاني الخطوة الأولى من العلاج هي برنامج تعليمي عن مرض السكري فلا بد من الاهتمام بتوعية المرضى وتعليمهم عن المرض ومضاعفاته وطريقة علاجه وخلال هذه البرامج التعليمية سيحصل المرضى على نظام غذائي ورياضي لمساعدتهم على اتباع أساليب معيشية صحية أما الخطوة الثانية في علاج مرض السكري من النوع الثاني فتختلف بناء على حدة المرض عند تشخيصه فإذا كانت الحالة بسيطة ولم تظهر على الشخص أي من أعراض المرض فيمكنه أن يبدأ فقط بإجراء تعديلات في نمط حياته ولكن إذا كانت الحالة متوسطة أو خطرة أي تظهر على المريض أعراض النوع الثاني من مرض السكري أو إحدى مضاعفاته فيجب أن يصف له الطبيب دواء الميتفورمين بالإضافة إلى إجراء تعديلات في نمط الحياة يوصف الميتفورمين عادة في المرحلة الأولية من العلاج الدوائي وبعد ذلك يجب أن يتابع المريض طبيبه الخاص خلال شهر أو شهرين وإذا تحسن مستوى هيموغلوبين A1C لدي فيشير ذلك إلى أن الجسم تأقلم مع الدواء وتمكن من السيطرة على المرض وبالتالي لن يكون على المريض سوى الالتزام بمتابعة الطبيب على الأقل مرتين في السنة بالإضافة إلى إجراء فحص للعينين بشكل سنوي عند طبيب عيون مختص ولكن إذا لم يتحسن مستوى هيموغلوبين A1C عند المريض ولم ينجح الجسم في السيطرة على مرض السكري فلا بد من البدء في المرحلة الثانية من العلاج الدوائي وتختلف هذه الأدوية من شخص لآخر ويجب اختيارها بناء على قرار الطبيب المشرف على حالة المريض وبعد ذلك يجب أن يتابع المريض طبيبه الخاص مرة أخرى خلال شهر أو شهرين وتتكرر هذه العملية باستمرار أما الخطوة الرابعة فتشمل إعطاء المريض المزيد من الأدوية الإضافية عند الحاجة والخطوة الخامسة والأخيرة هي عندما لا يتمكن الجسم من السيطرة على المرض حتى بمساعدة الميتفورمين والأدوية الإضافية جميعها وفي هذه الحالة يجب إضافة الأنسلين إلى خطة العلاج وضبط الجرعة ليتمكن الجسم من المحافظة على مستويات الجلوكوز الطبيعية في الدم وهكذا تكونون قد تعرفتم على النهج العلمي في علاج مرض السكري من النوع الثاني وكما أشرت في البداية يمكن لمريض السكري أن ينعم بحياة سعيدة وصحية وخالية من أي مضاعفات